سرعة الأحداث من حوالينا بتخلينا في أوقات كتير مش مهتمين بالتفاصيل حياتنا بقت عبارة عن منشتات عنوين الأخبار بس الأنباب التفصيل ما بنلحقش نقراها بنقرأ العنوين بسرعة كده على السريع الأغلبية مننا ممكن ما تحاولش تقرأ اللي بيحصل بقى التفصيل ما بين السطور اللي على السطور كتير بس اللي بين السطور أكتر بكتير جدا هو ده اللي أنا النهاردة هحاول أوصله بالضبط أنا هنا مش عايزة أكتفي بقراءة عنوين الأخبار ولا حتى أكتفي بقراءة الخبر أنا عايزة أعرف ما وراء الخبر القراءة دي مش هتكون قراءة من على السطح لأنا هكون في العمق في مجالات مختلفة مجال السياسي المجال الفني المجال الأدبي في التاريخ أيضا سيكون لنا حديث كبير جدا مع ضيفي العزيز كاتب صحفي أنا بحبه جدا وهو صديقي وله باع كبير في الحكايات خصول الحكايات اللي مش معروفة في السياسة بقى وفي الفن وفي الأدب وفي التاريخ النهاردة يمكن نكتشف جانب آخر من شخصية ضيفي الكريم الأستاذ عادل السنهوري اللي منورنا في مصر جديدة رئيس تحرير التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع مساء الفل أهلا بيك ضيفة عزيزة عندنا في مصر جديدة مساء خيرا إنجي وأنا متشكر جدا بصراحة المقدمة الجميلة اللي أنت قدمتينه بيها وإن خلال البرومو وأنا سعيد جدا بكون معاك وسعيد جدا بالفعل في الحديث معاك بس دائما إحنا نلتقل نتكلم في السياسة آه ده صحيح النهاردة هنتكلم في السياسة بس هنكتشف جانب آخر ممكن ناس كتير بتبقاش عارفة رغم أن عندك كتب مهمة وجميلة جدا في الجانب الآخر لكن من كتر ما أنت بتكلم في السياسة وليك رأي يعني يحترم وبتكتب في السياسة فالناس أحيانا يعني بتنسى الجوانب الآخرى نبدأ بالسياسة عشان هي يعني شر لابد منه وفد إسرائيلي في القاهرة ومفاوضات تتركز على حل وسط يعني أنا أعتقد أنه من وجهة نظري الزيارات الإسرائيلية الأخيرة للقاهرة احنا ممكن نقراها بمفهومين ياما إطالة الوقت الأمد الوقت علشان إسرائيل تحقق ما تريده من هذه الحرب وتحقق على الأقل شيء يعني يشفع لها أمام الرأي العام الإسرائيلي لأنها لم تحقق أي شيء رغم كل شيء رغم كل الخمس شهور حتى الآن اللي احنا بنعشها من العدوان والحرب الهمجية على غزة الحاجة التانية أنه واضح أن الرسائل اللي بتطلع من القاهرة رسائل حازمة وحازمة ورسائل جدة جدا وبتعبر عن موقف واضح وصل ووصل من مصر تجاه أي تطوير للحرب وخاصة ما يعلنه الجانب الإسرائيل ونتانياو تحديدا باقتحام رفع يبدو أن هي الرسائل جدة واعتقد أن مصر منذ بداية الأزمة وتسعى دائما لوقف هذا العدوان للوصول إلى دائرة المفاوضات للوصول إلى حل السياسي وشامل لأصل القضية وهي إقامة الدولة الفلسطينية وحق تقريب المصر الشعب الفلسطيني ودولة عصمتها القدس الشرقية وهذا هو الموقف المصري الوضع الذي لم يتغير طوال تاريخ نضال مصر من أجل القضية الفلسطينية فأنا أعتقد أن هذا الدغوط التي تمارس الآن نحن شايفين بدأت الدغوط تتزايد لحد كبير بعيدا عن الموقف المخزي للوات المتحدة الأمريكية الفيتو الرابع الذي يرفض وقف الحرب بالأمس إنما هناك تغير كبير جدا وحنا شفنا الموقف البرازيلي وموقف الإكوادور وموقف بعض الدول الأمريكية اللاتينية ثم من قبله موقف الجنوب أفريقيا بطرد السفير الإسرائيلي ووقف تجميد العلاقات أعتقد أن هذا الموقف لازم تؤخر في البال لأن هناك عزلة دبلوماسية هناك الآن عزلة أعلامية من قطاع كبير جدا في الرهي العام الأعلامي وخاصة في أوروبا يعني ما شفتنا المظاهرات الضخمة في كل دول دول أوروبا وفي الولايات المتحدة